خلينا نمشوا لموضوع الساعة عبدالله اللي انت فجرته موضوع مصنع الشمنت متاع الزليطن مصنع الاتحاد شي اللي صار من البداية احكي للموضوع البداية لأمانة الحجز صبعا من نسبة للمصنع في التوضيح متاح الحجز دي جميع مناطق في جيبا تمام دي رقم واحد و أهل الزليطن بشكل عام كلهم يعني لأمانة كانوا مرحبين ليش لعدد الضخم جي هذا لأنه لما لقوا ترحيب كبير من أهل الزليطن بكل زوارها سواء في الحدث هذا ولا غيرها كان عدد ضخم جدا من جميع مناطق ليبيا حرفيا من جميع مناطق ليبيا كم عدد الناس اللي يجوا سجل للأمانة ما فيش إحصائية رقم تابت لكن كناس اللي سجلت أعتقد أعتقد ما يقلش على 800 إلى 700 ألف كمستندات 700 ألف لكن كأشخاص اللي يجوا أعتقد في حدود 400 ألف ماذا مهم؟ المستندات على المهم محتوطي 700 ألف ما قداش يطلع طن في اليوم هو؟ قرابة شنبولك عشرة طن عشرة طن في اليوم؟ يعني ميت سيارة سمحني ميت سيارة سمحني كم طن؟ السيارة على 360 يعني 36 نفر 30 نفر نقوله في اليوم معناه عدد تبقي 60 سنة معناه بش توصل فيك الدور كالحالك كلام فارغ هو طيب الناس هل ينتقدوا يعني شوف المنظر وراك عبد الله واحد أصمر واقف عليه كس ملفات الناس كلهم محتنية جاني الفضول جدا نعرف منه مسكين اللي قعد ملفه معلق فوق فسط الغرفة فضاك اللي لو جاي حظه مع كوك بصر بيأخذوها والواحد والآخر واحد يعني منظر متخلف جدا لا عرفناه بيبوا يديروا منظومة ليش مديروا هاش منظومة عادية ما ماش وريحوا الناس من المنظر في نفس الوقت في المنصة هذه نريد نوصل رسالة أنا على فكرة بيش معناه والأضرف بيش معناه ليش؟ نحن عندنا المؤتمرات والندوات والأخير كحدث ضخم في ليبيا أنا نصنت لهذا أكبر حدث تجمع لمعاملات في نفس المكان ليش ميتمش استعمال المنظومات الرقمية الحديثة اللي موجودة في كل العالم قصم بالله يا سيد أحمد والله في حاجات ممكن الناس ما شافوهاش واني لخصوصينا بايش نصورها الناس مش الثمانية كيلو والله يجي واحد واحد عسكري ضحك لي اللي يقوله بربلو ها يجري بيوم كله والله قصم بالله نصيب أنا كان عندي في حاجات سكر وكذا قصم بالله أكثر من واحد جيه عنده السكر والله يرعش قال لي والله يناقص علي السكر واحد ثاني ها وفيها البناس سمعوا القصة هذه ويقوله أنا والله مع صغارة خلاهم تحت الشجرة قعد معلق بين رزقه وبين أولاده المال والبنون قعد معلق مابيناتهم الرزق تقول لي زايد عليك لكنه عنده حياة الصغار قصم بالله مخليهم تحت شجرة والله يعزيز جيات أساس بيحطهم ورقوا علي يقوه في ثمانية كيلو ثمانية كيلو والبرانيين ما يعرفون شي سمحني يشحوا في المبنى الضخم لنحقيش الشباب الشباب عادي مدورون مشاكل قول لي كم مكسب اللي يطلع لتوه بالحسبة توه كم مكسب في حسبة اليوم حسبة حسري في المكسب يعتمد حاجتين أساسيات سعر السوق في الوقت نحكي توه نحكي توه نحكي توه من المصنع ستاش بره ستة واربعين ثمانية واربعين بو ستة واربعين ثلاثين دينار في الألف وثمانين جنتار يعتنا وقرابة تنين وثلاثين ألف أخصم منها النقل والأخير 29 ألف 29 ألف جنيل مكسب للشخص الواحد للشخص الواحد لنفطر طراع في حالة اليوم هذا كله كان يأخذ فيه مني قبل قبل ما يديروا المنظومة للأمان هو المصنع المتاح الحاجز لجميع المواطنين حتى قبل لكن المرة هذه ده كيف شميع المواطنين من قبل من قبل الحاجز من قبل ما تكلم من أنت ما حد يندير عليها عبد الله لا هم كلما يتموا دفعة يفتح دفعة تاني 2016 فتحوا نفس الطريقة هذه من 2016 قدوا مساك كريم لا عند توا قريب 8 سنين تقريبا يا غمي منين دي لا لا أحد وعلى فكرة المرة يفتح في قيمة مالية توا ما فيش قيمة مالية هذيش العدد كان ضخم كانوا كيف شمعنا يأخذوا قيمة مالية قبل يأخذوا قيمة 6000 دينار أو حال زيك المرة مسبقة بس حرام في الدين لا 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 هذيك سعر تابت آه لما يأخذ منك مسبقة لما يحط الشيك سعر تابت المرة هذه دروحها يقول لك كراو ممكن يتغير السعر توا توا يتغير السعر فاهمها كويس فاهمها كويس عودة عبدالله المرة اللي فاتة السنة 2016 الحجز كان السعر تابت خريباً 9 أوروبا وحجز زيك مشتاش عليه كما رغم الزب كان السعر تابت القيمة تابتة والكمية تابتة حسب للم وقتها كان وموعد تسليم تابت لا هذه بش تابت اش تابتها لا لا يقول لك كراو تقريباً لا بيش نفتي في الأمورها يقول لك لازم يكون يقول لك في الحكاية الشرعية ولا لا بيش يكون العقد شرعي لا يضروري لازم من موعد التسليم حتى لا يريد أن نطرق ليش لأهل الموضوع الحاجة هذه بعدين فتحوا حجز مرة ثانية قيمة 4000 4000 قال لك الموعد بش تابت والسعر بش تابت وقفوا بسحب الحكم الشرعي داروا تعديل للأمانة الحجز هذا بعون الله حسب نقلنا عن الشيوخ نقلنا عن الشيوخ إنه هو حلال ليش لأن أول شي ما هو عقد بيع عقد حجز في فرق حاجة الأولى الحاجة الثانية السعر صح مشتابت لك ما فيش قيمة تتفحها لكي تقول بيع تجريت لاش أن ينبي خلاص سيد هوا كمية حبيت تكمل إجراءتك بقى يخوت ما حبيتش فيش إنتزامات عليك